كنت قلت لكم من كام يوم أن محمد هاني هيرجع منتخب مصر تاني محمد هاني بعد المستوى اللي أقدمه مع النادي الأهلي في كاس العام الأندية وبعد ما كان كالوس كيروش من الأول مقتنع بإمكانياته بس عشان هو ما كانتش اللعب ما كانتش بيشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي فما قدرش كالوس كيروش ياخده المنتخب دلوقتي محمد هاني شغال بشكل أساسي مع النادي الأهلي ووارد جدا أنه يبقى مع المنتخب خبرنا بيقول إيه بقى؟ أن الكابت نوعي الجمعة المتير الكرة بالمنتخب كلم محمد هاني قبل سفر النادي الأهلي للسودان وبلغه أنه بشكل كبير هيكون موجود مع المنتخب في مباراة السنغال وقال له أن كالوس كيروش طلب تقرير مفصل عنه على المستوى البدني والفني خدوا بالكم النقطة حلوة جدا كالوس كيروش بجانب أنه هو مدرب خبير من عينه يعني يعني يقدر يشوف اللعب الكويس واللعب اللي مش كويس طبيعي بحكم خبراته الكبيرة بس هو مدرب يعتمد على الستاتيستيكس الأرقام الإحصائيات بتاعت كل لعب اللاعب ده قدم إيه في المباراة؟ بيسمع أو بيشوف الأرقام دي يعني ممكن أنت تشوف لعب تقول عليه كويس هو يقول عليه مش كويس ليه مش كويس يا عم كيروش؟ الراجل احنا شايفينه عمالي تنطق الكورة ويجيب جوان ويعمل حاجات لا أرقامه مش كويسة يعني يبقى أرقامه مش كويسة؟ أرقامه مش كويسة؟ يعني مثلا مثلا تمريراته القصيرة قليلة تمريراته الطولية مش كويسة استخلاصه للكورة من المنافسين مش قد كده فأنت الأرقام دي ممكن أنت متشوفهاش حاجة مهمة بس المدير الفني لازم يشوفها حاجة مهمة لازم يشوفها حاجة مهمة عشان المدير الفني مش زي وزيك احنا بنقول الله على الترئيصة بنقول الله على الكورة لما تخش جون لكن المدرب عنده أمور كتيرة في الملعب بيبقى حاسبها بالأرقام أنا مش بتكلم على كالوس كيروش بس ده كل المدربين في العالم بيشتغلوا بالطريقة دي آه طبعا طبعا الجزء الفني والجزء الابتكاري عند المدير الفني ده جزء الأكبر بس جزء الأرقام والإحصائيات دي ده الجزء بقى مهم جدا لأي فريق أو منتخب في العالم وكلوس كيروش بيشتغل بالطريقة دي